نروح سريعا عشان الوقت دهمنا ناخد أهم الأخبار في تفيند الأهلي هنا يلا قورة من خلال حسامه على تويتر بيتوقع تشكيل الأهلي لمباراة اليوم علي لطفي في حص المرمى كريم فؤاد ورمي ربيع ومحمد عبد المنى ومحمد أشرف في خط الدفاع علي وديانج ومحمود متولي في وسط الملعب بيرسيتا وميكي سوني زياد طريق حسام حسن في الهجوم ناخد خبر أخر وده من خلال اليوم الساوي حسامه على فيسبوك ماذا قدم الأهلي والتحاد السكندال في الدولة قبل صدام الليلة الأهلي في المركز التالت والاتحاد في المركز الحداشر النقاط 56 للأهلي 33 التحاد 26 مباراة الأهلي 29 مباراة للتحاد فوز 16 للأهلي 8 التحاد تعزل 8 وتسعة هنا وهنا خسارة الأهلي 3 للاتحاد قسر 11 الأهلي سجل 51 هدف في اتحاد سجل 35 واستقبل الأهلي 20 والاتحاد استقبل 45 ناخد كمان كورة بلاس والأهلي يقرر توسعين سنائي نجم منتخب مصر الشباب دي الفريق الأول مش عارف سيغا بتاعت البيان كده مكتوبة صح ولا لا جماعة لكن في كل الأحوال هما هنا قصدهم على اللاعب رقفة خليل اللاعب منتخب مصر الشباب اللي عنده مباراة النهاردة نتمنى له فيها التوفيق مع منتخبنا وبعد المباراة يرجع المشارة على اسكندرية عشان نضم المعسكر الفريق في المباراة المقبلة وعندنا مطش المصر يوم الأربع بعد ما نخلص مطش النهاردة بإذن الله طيب أخيرا في الجول مصدر من الاتحاد الأفريقي لدينا 58 فريقا في الدوري أبطال الأفريقية وسيتم إعفاء 6 أو 6 فرق من الدور التمهيدي بناء على تصنيف الأعوام الأخيرة وطبعا أبرزهم النادي للأهلي طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجعني كم نستنون